هنرجع بقى نتكلم مرة تانية عن الدوري الانجليزي بعد ما توقف لأكتر من شهر ونص واحد طبعا من أقوى دوريات العالم وبنشوف من خلال وشوية ماتشات اللوز اللوز وبنفرج على كرة قدم محترمة بالمعنى الخرفي ويكفي ان احنا بنتابع بقى نجومنا طبعا ولا سيامة نجمنا الجميل محمد صلاح النهاردة هنرجع تاني بقى ايه يعني نتكلم عن التفاصيل الدوري وهيرجع الدوري مرة تانية باقامة مباريات الجولة السبعتاشر طبعا اهمها بالنسبة ان احنا على الاقل مباراة ليبربول مع أستون فيلا اللي هتكون في ملعب فيلا بارك اللي هو نفس ملعب أستون فيلا وطبعا ان شاء الله نجمنا المصري العالمي محمد صراح هيرجع ويشارك ان شاء الله من جديد وبنتمنى ان تكون عودته عودة قوية ويرجع من خلالها للتقلق من جديد صحيح ان ليبربول في الموسم ده الوضع مش قد كده مش ولا بود يعني بعيد الموسم ده شوية عن المنافسة على هذه البطولة لان ترتيبه حتى هذه اللحظة متأخر حبتين هو عنده 22 نقطة وموجود حاليا في المركز السادس أرسنل عنده 37 نقطة في المركز الاول وراه على طول المان سيتي في المركز التاني برصيد 32 نقطة كمان مواجهة النهاردة هتكون هي المواجهة الاولى لحارس أستون فيلا الأرجنتيني إمليانو مارتناس بعد ما توج مع منتخب بلاده التتويج العظيم اللي كلنا تبعناه طبعا فيه كأس العالم وأكيد حيلفت كل الأنظار وكل الكاميرات حتى من قبل ما تنطلق فعاليات هذه المباراة وهو الحقيقة عنده الخاصية دي عنده هي مش كارزمة قد ما هي سلوكيات ونوعية تصرفات يمكن حتى لحظة التتويج كان فيه ناس كتير قوي علاقت على اللي هو عمله بعد ما ظهر حتى وبيحتفل بالقفاز الدهبي وعمل خركة كده مش ولا بود وتناها وبعد كده بعد ما رجع حتى وأثناء الاحتفال في بوينس آيرس مع أبناء بلده بحصوله هو ورفاقه على الكأس هو فيه حتة ملسوعة أي نعم عملاله جاذبية من نوع خاص وطبعا مش محتاجين نتكلم عن قدراته كحارس مرمى أكيد هو حارس مرمى استثنائي فدي نقطة كنا حابين نتكلم مع حضراتكم فيها